بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولي ملايين المدنيين قاموا بالنزوح من موطنهم في العام الماضي بسبب الحرب ومن ضمنهم النازحون القادمون من جنوب تيغراي الآن هم نازحون في ملاجئ في مدينة مايجو والآن هم يعانون بسبب نقص الخدمات والمساعدة الإنسانية والاستجابة المتأخرة وضعنا الحال مزر جدا يوجد الكثير من النساء في هذا المكان ممن يعانين من الأمراض المذمنة مثل السرطان وفيروس نقص المناعة ولا أحد يعطيهم الانتباه والعناية لحالتهم الصحية وأنا شخصيا هنا الآن أعاني مع أطفالي بسبب نقص الأساسيات ونحن نشكر الناس في مايجو على مساعدتهم لنا حتى الآن لكن لم نتلقى أي انتباه من قبل المنظمات الغير حكومية لقد نزحت من مدينة كوروم في الثامن عشر من شهر أكتوبر عندما تم اجتياح منطقتنا من قبل القوات المسلحة لكننا لم نتلقى أي نوع من المساعدات الإنسانية من قبل أي جهة منذ قدومنا إلى هذه المكان ويعاني النازحون هنا من نقص المواد الغذائية قال آب هو مراهق نزح من منطقة أوفلا يقول أنه الآن مضطر على مواجهة المصاعب لا يمكن وصفها بسبب أنه لا يوجد أحد يعتني به ليس لدينا طعام أو شرف في هذا المكان وليس لدينا ملجأ صالح للمقوث فيه وأنا مضطر أن أنام على الأرض الباردة ليلا لأن ليس لدي فراش أنام عليه وليس لدي أحد ليقوم بالاعتناء به أنا بالكاد أستطيع النجاح بفضل مساعدة القربة رداء لبالوم رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية في المنطقة الجنوبية من إقليم تيقراء يقول أن النازحون أتوا من ثمانية مناطق في الجزء الجنوبي من الإقليم وأنهم في حاجة إلى موارد ليست في استطاعة مكتبهم تقديمها النازحون أتوا من ثمانية مقاطعات في الجزء الجنوبي من الإقليم ونحن نحاول أن نؤمن لهم الملجأ في موضعين وهناك نازحون آخرون من لم يعثروا على الملجأ حتى الآن وحتى الملاجئ التي تم وضعهم فيها لا يصلهم أي دعم أساسي كطعام أو ماء نظيف وهم في حاجة ماسة إلى أساسيات الحياة والتي هي لا يسع من لمكتبنا توفيرها لهم ولم نحصل على أي مساعدات غذائية في مقدورنا تقديمها إلى النازحين النازحون ناشد على ضرورة إتمام بند اتفاقية السلام لكي يتمكنوا من الرجوع إلى حياتهم الطبيعية تسفى أنهنت مرتك جمر بعد توقيع اتفاقية السلام لقد أملت في العودة إلى حياة الدراسية وتمنيت أن أقابل عائلتي وزملائي في الدراسة إذ تمت عملية السلام بنجاح نحن لم نتمكن من العودة إلى موطننا بشكل آمل في ظل تواجد قوات الأمحرة المسلحة وعصابات الفانو والتي هي قوات غير شرعية وميليشيات الأمحرة والقوات الخاصة تابعة ليقليم أمحرة يجب عليها الانسحاب الآن من مناطق تيغرايل لكي نعود إلى موطننا من جديد